وأيضاً تطوير اللاعبين دي حاجة من الحاجات اللي لازم نحط عليها الدوق نلقى عليها الدوق إن إزاي كابتن حسين البدري حول دلوقتي كل المنتقدين إلى ناس بتشيد إزاي كابتن حسين البدري بيصل إلى هذا القدر وعلى الرغم إن كابتن حسين البدري نادي الأهلي حينما تعادل مع طنطة وحينما كان فيه هزيمة أمام مصر المقصة أيضاً سهام الانتقاط كانت صعبة على الرغم إن الراجل على مدار الموسم اللي فات وهذا الموسم طريقة أداءة واضحة ولكن العقوبات والصعوبات كانت بين إن المشاكل اللي بتوجهه كانت كلها في الإجهاد وليست قوة المنافسين النادي الأهلي بيدرس المنافس كويس جداً بيديله مساحته وكل هذه الأمور بتصير فيه إن النادي الأهلي ما شاء الله ماشي في طريقه المفضل الدوري رقم 40 أرقام كبيرة جداً وليد أزارو دلوقتي بيصل إلى 18 هدف أكثر لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري أحرز أهداف يعني أنت بتتكلم في الدوري المصري مثلاً في النادي الأهلي كان فيه أحمد فليكس كان فيه اللاعب فلافيو كان فيه نجوم كبار نجوم كبار النادي الإسماعيلي كان عنده أوتاكا النادي الزمالي كان عنده إيمانوال أمونيكي من قبل وكان عنده كوارشي كل الهدفين اللي موجودين كان فيه لعيب برضو فرود جامد جداً كان اسمه بوبا منسواه كان هدف عندك جون أنتوي لكن وليد أزارو النادي الأهلي كابتو حصان بدري أصر عليه وجون أنتوي انتقل إلى مصر المقصة باين فارق التهديف ما بينه ما بينه أي حد لأنه في المقام الأول بنجح له طريقة لعبه في نفس الوقت بيعنده الصبر وعنده الرؤية إلى الأمام اللاعب ده هيعمل لإيه في المستقبل موسيقى موسيقى موسيقى